أخواني وأخواتي ليلة القدر خير من ألف شهر هذا قول الله جل وعلا قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرا له ما تقدم من ذنبه وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان في أصحي أقوال أهل العلم ولا ينبغي للإنسان أن يجزم على ليلة من لياليها صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها علامات لكن من قام العشر الأخير من رمضان أدرك ليلة القدر جزما بإذن الله جل وعلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولذلك الأسباب الشديد تجد بعض الناس يفرط في ليالي رمضان حتى إذا جاء ليلة من لياليه من العشر الأخير قام رمضان ويعتقد بأن هذه ليلة القدر وقد قال عمر لرجل سأله عن الصلاة الوسطى قال صلي الصلاة كلها تدرك الصلاة الوسطى فأنت قم الليلة كله في رمضان تدرك ليلة القدر بإذن الله